أنا أسكن في فرنسا وحاب أشتري سكن يعني وذكر طبعا قضية السكن اللي على الدولة وشيء وكذا ويحي بارك الله فيك بالنسبة للتمويل العقاري إذا كان هناك رهن عقاري يترتب عليها الفوائد هذه المضاعفة هذا ربى بإجماع العلماء ولا يجوز وهذا الذي في الغالب هو العمل عندكم عليه وأيضا كذلك التمويل عن طريق المصارف الربوية هذا كله محرم ولا يجوز ولذلك يا أخ الفاضل ينبغي للإنسان أن يتحرى الحلال وأن يبتعد عن المشتبهات فضلا عن صريح المحرمات لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات فمن اتقى الشبوات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبوات وقع في الحرام والسكن ليس من ضروريات الحياة من الحاجيات أنا أعرف أغلب الناس يسكنوا الأجار أغلب الناس يسكنون فيه كذا يعني الحياة لا تتوقف على أنه لازم تسكن في بيت ممكن يستأجر الإنسان ممكن كذا يعني مشق الضروري إذا ما فعلت هلكت هذا معنى الضروري اللي جاءت الشريعة بإباحته إذا كان الإنسان ما عنده قدرة إلا أن يدخل في الحرام يعني حياتك تتوقف عليه ما في داعي إن الإنسان يورط نفسه بمثل هذه القروض الربوية ويسكن في بيت يصلي فيه ويصوم فيه ويعبد الله فيه ويقرأ القرآن ويستولد فيه ما في داعي بارك الله فيك ورضي عنك